يقول الله عز وجل في كتابه الكريم سابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه الله سبحانه وتعالى ذكر المهاجرين والأنصار وذكر من يتبعهم قال والذين اتبعوهم بإحسان يعني اتبع مهاجرين واتبع أنصار النتيجة رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات ليه لأنهم اتبعوا المهاجرين والأنصار الذين اتبعوا الرسول سؤالي لحضرتك هل إذا اتبعت أنا الأنصار كما قال الله يكون ذلك لله رضا وأنجو طيب أما مسألة كون اتباع المهاجرين والأنصار بكتاب الله خطأ شيخ أنت بترت الآية الله يقول والذين اتبعوا هم بأس فما أطلق الاتباع لأنه لو أطلق الاتباع علىهم لك قطع صوتك ومتى ما خرجوا من هذا الإحسان يسبق عنهم رتين قطع صوتك ونت مسمعتنيش أنا فعلا قرأت الآية كاملة قلت الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنهم اي نعم أنا أقول بأن الاتباع هنا ليس مطلع الاتباع اي أنا سامعك الاتباع هنا فقط بالإحسان متى ما خرج المرء من كونه محسنا منهم سقط الاتباع طب إنت ليه إستاذي اسم حضرتك الأول عشان أبقى عارف أن ندهلك بإيه أبو إيه أو إسمك إيه إسمي حسين حسين كما قال الله يجوز التباع الأنصاري بإحسان يجوز التباع لم لا الله تعرف هل يجوز التباع غير معصوم لا الاتباع هنا اقتفاء الأثر ليس المراد منها اتباع مطلق لأن الله ما أطلق الاتباع منه طيب سؤال هل يجوز اقتفي أثر أحد غير معصوم يعني اقتفاء الأثر إذا اتبعتهم ليس هو اقتفاء أثر اتباعهم ليس اقتفاء أثر اسمعني يا أستاذ ربنا سبحانه وتعالى في هذه الآية ذكر اتباع ولا ذكر اقتفاء أثر وذكر الاتباع وقيده بالإحسان الذي هو اقتفاء الأثر لا مين قال لك ان الاتباع والإحسان هنا اقتفاء أثر انه مين إذا أتيتني بعالم واحد من علماء السنة قال الاتباع هنا مطلقا أترك التشيع لا ماعمل مش عجزك تترك التشيع بالعكس أنا عايزك أنت تثبت لي كلامك الآن حضرتك تعيط الدعاء أن الاتباع في هذه الأية أولا فليني أسألك سؤال يعني اقتفاء أصل يعني معنى هاي يعني في حال كونهم محسنين أن تتتبعهم بهذا الإحسان الذي هم ساروا إليه يعني أصل الاتباع راجع للإحسان لا لدواتهم لأنهم ليسوا بمعصومين أما قولك ما الدليل على قولي يعني ما الدليل على أنه اقتفاء أثر ليس اتباع الدليل أن الله قيده وقال بيحسان لو كان الاتباع مطلق لو اتبت اسمتهم وكانوا حالهم كحالة للبيت في اتباعون اتباع مطلق اقتفاء أثر يعني هل تقصد مثلا أعمالهم التي أخذوها عن الرسول أعمالهم الجيدة التي عملوها فنحن نقتفي أثرهم بهذا العمل فالاتباع يكون للعمل لا لدواتهم طيب وأنت باتباعك لعلي بن أبطالب تتبعه لأعماله ولا لذاته أحسك انصدمت ما سامع الجواب قبل طيب أنا اتباعي لعلي أنا أتبع مطلق أفعال علي لأن علي عندي معصوم اسمه مطلق أيوة لأن النبي أمر بطاعته هل علي عليه السلام الآن أنت تتبع لذاته أم لأعماله؟ لا أتبع كل شيء لذاته ولأعماله لأن النبي ما قرنه أو ما قيد طاعته النبي في المستدرك في المجلد الثالث في صفحة 131 قال رسول الله بسند صحيح من أطاعني فقد أطاع الله ومن أصاني فقد أصى الله ومن أطاع علي فقد أطاعني ومن أصى علي فقد أصاني وهنا أطاع مطلقه فعلي معصوم اسمه مطلقه بقول النبي طيب بس صبرك بس علي الآن أنت لما تريد تطيع علي ابن أبو طالب لذاته ما الفرق بين ذاته وأعماله؟ يعني ذاته الشخص؟ جميع ما يصدر منه إذا كان في حياته العادية وإذا كان في سنته أو ما استنى به بسنة النبي جميع أعماله وخرجها طب هذه أعمال فين ذاته هنا ما الفرق بين ذاته وأعماله علي ابن أبو طالب؟ لا ألم الأعمال هي صادرة من من؟ غير من ذات الشخص؟ أحسن والأنصار عندما يعمل عمل حسن يصدر من ذاته أم من ذاته؟ أنا قلت بأنه العمل الحسن الذي يفعله الأنصار يكون اتباعنا لهذا العمل الحسن لأن الله قيد طاعتهم عليكم السلام عليكم السلام طيب هو ذا один أنا بتكلم به هذا الأنصار يذا عمل أعمال حسنة أخذها عن الرسول واتبعت أنا هذه الأعمال لكن أخذتها عن طريق الأنصاري هل أنجو طبعا لماذا أنت مأمور بهذا لأن الله تعالى قد سنعه بكثابه أحسن دقيقة لو سمحت أنا الآن قابلت أنصاري أخذت منه أعمال ولم أقابل معصوم ولم أخذ من معصوم لكن أخذت من هذا الأنصاري أنجو صح إذا أخذت من الأنصاري دون أخذك بالذي أمر النبي بالأخذ منه وهو علي لا تظل طبعا لأنه أنت كأنما تؤمن ببعض الكلاب أكبر ببعض الأنصار في كتاب الله هل خالقوا الرسول عندك نعم يعني كان بعضهم مرتد أنا أكلمك بعقيدتك عقيدتك أنت عندما تقرأ في كتاب الله موجود فيها الأنصار أنا عندي سلمان أبي در المقداد وغيره من المؤمنين ليسوا جميع الذين أنا متطافق ما فيش مشكلة إذا أخذت ديني من سلمان أنجو يعني إذا أخذت دينك من سلمان وتركت الذي أمرك النبي بأخذ الدين منه وهو علي طبعا لا تنجو لأنك تؤمن ببعض الكتاب وتكفر ببعض وهل سلمان يفارف علي في نقل الدين لا ولكنه ليس متقنا كإتقان علي بنقل الدين يعني سلمان يعني سلمان لا ينقل الدين صحيح كعلي بن أبي طالب لا قد ينقل المتشابه ويترك المحكم وقد غيرها أما المحصوم لأخذ السنة منه هم العترة لأنه قرنهم بالقرآن طيب سلمان إذا أخذت منه شيئا متقنا وأخذه من المعصوم محمد صلى الله عليه وسلم يجوز لي أن أخذ من سلمان طبعا يجوز لك أن تأخذ من سلمان شكرا شكرا روايات سلمان عندنا شكرا لك لأن أردتها خلاص لأن أسأل لأن أسأل طارح حديث العسل ليه بقى لأن إذا أجاز لي الله أن أأخذ من سلمان فكذلك أجاز لي الله أن أأخذ يعني لأن سلمان أخذ من محمد أنتم أطلتهم ليه من الصحابة أخذوا من محمد فنحن أخذنا من الصحابة الأخذوا من محمد مباشرة أنت الآن نفس الطريق ألجأتني إلى سلمان اللي أذى من محمد بدون المعصوم فإذا أخذت من سلمان شيء أخذ من محمد صحيح فأنا نجو شكرا لحضرتك فين العصمة فضل يسأل سؤال لا لا إلا أنا جاوبك لا أريد أجاوب على كلامك وبعدها سأل سؤالي لا أنا مسألت السؤال عشان تجاودني أنا ديت تقرار هذا مش سؤال أنا هذا كان تكرار أو إقرار كلامك أو نتيجة كلام حضرتك بس مش سؤال يعني أنت الآن لا هو أنت أنت قررت بلسانك أصلا بش محتاجك تكرر تاني أنا عندي الآن هو كان الطريقة التالية بس دقيقة لو سمح لشان أفهمك الدنيا مش أزاي أنت الآن قلتلي لاتباع عن سلمان أو يجوز أن يأخذ من سلمان بشرط أنه يكون أخذ من معصوم وليس من عنده هو أو شيء ما فهموش سلمان ونقلوا قطر أو شيء أنا أقول لك ما ما يش علاقة بل ينقلوا تفاهمه هو إذا نقل سلمان شيئا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيحا ونقلا بمقصود النبي نفسه وجيت أنا أخذت من سلمان حضرتك خلاص قلتلي أخذك صحيح فهنا دور المعصوم في نقل الكلام من النبي إلي مش موجود أنا أخذت من واحد غير معصوم وأخذي له صحيح فحضرتك كده بالسلامة شكرا عصمة باي باي فما فهيش أصلا أي نقاش خلاص تفضل إليس على سؤال أخذ